السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله مصلي وسلم على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى أهله وصحبه أرحب بكم من جديد إذن أصدقائي سنتيم المواضيع أو نتم سلسلة الفيديوهات إن شاء الله الخاصة بمرحلة الراحة لدى طائر الحسون كالعادة ككل عام لدينا عدة طرق نستعملها أثناء مرحلة الراحة لأنه كما تكلمنا من قبل مرحلة الراحة تدوم مدة طويلة تقريبا هي المدة الأطول في حياة طائر الحسون مدة صعيبة عليه مدة يعديها طائر الحسون في مرحلة الشتاء يعني ستكون بلودة قاسية لازم إن شاء الله نوفر بعض الأسباب لكي يتجاوز هذه المرحلة بسلام إن شاء الله ويدخل في مرحلة الجهوزية سليم يعني يكون بصحة جيدة كذلك تكون جهوزية تامة نضمن الإنتاج بزوجة طائر الحسون نضمن بيض مخصب وكذلك إن شاء الله نضمن فراخ بصحة جيدة يعني يمشين خدمه العام كامل ومبعد نتصادفه بعد فقص البيض تموتنا الفراخ عندنا عدة طرق يستعملها المربين أثناء مرحلة الرهة الطريقة الأولى أنك تضع الإناث في قفص واحد يعني تستطيع وضع الإناث منذ مرحلة تغيير الريش في قفص واحد عندك ثلاث إناث أربعة إناث خمسة إذا كان قفص كبير يكفيهم تقدر إذا ما كان عندك أقفاص صغيرة خاصة بالكاناريسي براسل نسموه إحنا بالعامية تستطيع وضع ثلاث إناث أو حتى الأربعة إناث في ذلك القفص المدة التي تبقاها الإناث هذه من مرحلة غيير الريش وكذلك تقريبا نصف مرحلة الراحة نستطيع أن نضع هذه الإناث أو نترك هذه الإناث مع بعض حتى الأواخر السنة يعني في شهر 12 أو شهر ديسمبر هذه طريقة الأولى ثم نقوم إن شاء الله بنزع الإناث ووضع كل أنثى على حدة في قفصها الخاص يعني هو قفص التزاوج لنبدأ بإما تبدأ بالتشويق أو تتركها أو تدخلها مع الضاكر مباشرة كل واحد وعنده طريقته بالعامل كي ينطرق أخرى أنك من الآن تابع كل أنثى في قفص التزاوج الخاص بها بدون تزيين القفص نأكد بدون تزيين القفص يعني تترك القفص كشهر الخريف خلي القفص فقط فيه المئكاليات والمجثمات التي تحتاجها والمشربية فقط بدون وضع الأحشاش بدون تزيين القفص يعني وضع الأوراق البلاستيكية وما شابه هذه ما تدرهاش درك انتلي عليك فقط أن تضع الإناث كل واحدة في قفص وكذلك تستطيع أن تدخل معها الضاكر من الآن ما هو مشكلة يعني احنا نتكلم على التشويق للناس الأصدقاء الذين يحبون القيام بمرحة التشويق إذا كنت ما عندكش وقت إذا كنت حاب تخدم طريقتك يعني تضع الضاكر والأنثى من مرحة تغيير الريش من مرحة الراحة عادي ما وش مشكلة إذا خاصة إذا كان الزوجين منتجين من قبل مع بعض يعني ذاكر وأنثى كانوا أنتجوا بالموسم السابق مايش صعيبة كذلك عدنا طريقة أخرى اللي هي وضع الإناث في أقفاص صغيرة يعني لما تقوم بوضع أنثى في قفص صغير للحفاظ على ريشها أثناء مرحلة غيار الريش وكذلك أثناء مرحلة الراحة يعني الأنثى كاين اللي عنده أنثى صيد جديد ولما يشتابت مئة بالمئة في القفص لما يقوم بوضعها في قفص كبير راح تحدث له مشاكل مع الأنثى هذه يعني تتحرك بالزاب تخاب بالزاب إذن يختانم الفرصة أثناء مرحلة غيار الريش ومرحلة الراحة لتثبيت هذه الأنثى في قفص صغير كذلك يتركها إن شاء الله حتى الشهر ديسمبر شهر 12 أواخر يعني أواخر السنة ثم يقوم بوضعها في قفص التزاوج نفس الحكاية حاب تدخل معها الباكر الخاص بها ولا تخليها كين حاجة لازم نتكلموا عليها أصدقائي من الآن يعني ما نتركوش حتى يفوت الوقت ونتكلموا عليها اختيار الأزواج أصدقائي يعني لما تقوم بوضع ذكر مع الأنثى لازم يكون متفاهمين مع بعض يعني ذكر قابل بالأنثى وهي قابلة به إن شاء تروح تجيب تروح تدير ذكر مثلا في غرفة واحد دخلة وبعد تجيب مباشرة تبدأ تنزح في الذكر هذا وتدخله مع الأنثى لا قلنا يجب يا إما توليف بين الذكر والأنثى ولا التجربة كيف التجربة؟ أنك تجيب هذاك الذكر وتجربه مع الأنثى وحدها يعني تجيب أنثى وتجربه معها وتجيب أنثى واحد دخرة وتجربه معها حتى تشوف التوافق بين الذكر هذا والأنثى إن شاء الله اللي اختارته واختارها هكذا بش يكون الإنتاج مضمون لأنه الأكثرية يقول لك عندي مشاكل تعالي الشجار والذكر يبحث على أنثى واحدة أخرى يعني يحتاج الحق موسم الإنتاج والربيع يوليف المشاكل هذه لا لازم من المرحة الراحة إن شاء الله حاول حاول تشوف يعني رح يولى الطيور تقريباً في نهاية فصل ديسمبر شهر ديسمبر عفواً شهر ديسمبر رح تكون بدأت تبان تقريباً علامات الجهوزية على بعض الذكر والإناث يعني رح تكون إن شاء الله تعرف لما تجيب الذكر والأنثى تشوفهم كيفاش يرقصوا مع بعض وكيفاش يدلوا التغاريد مع بعض هنا رح تعرف أنه توافقوا وقبلوا بعضهم بالنسبة للأكل الأصدقائي بما أنه رح ندخلوا فصل الشتاء إذا كان نتاية توكل بذور مختلطة يعني عندك ميلونج أي نوع من ميلونج عادي كمل معاه إذا كان توكل البرقة لازم على الأقل توفر بعض البروتينات للطيور إن شاء الله هاكذا باش كيلحقوا موسم الشتاء يقدروا يقاوموا البرودة هذه حذاري من إخراج الطيور في الهواء يعني رح تقلبات جوية رح تبدأ تقلبات جوية حذاري ثم حذاري ما تخليش الطيور في غرب تتغير فيها درجة الحرارة مثل مثلا ممكنها المطبخ المطبخ خاطر جدا على الطيور حاول ولا تخرج الطيور دينهم في شربة ومع تدخلهم للبيت وذوق تبدأ تشعل فرن ويعني رح توفر الحرارة ومع تحاول تخرجهم للبردلاب حاول من الآن اختيار مكان المناسب إن شاء الله لوضع أزواج طائر الحسون هاكذا يحقق موسم الإنتاج ما تبقاش تخمم وين تديرهم ما شيء درجة رح تديرهم في الكوزينة وبعدها وتنقلهم في غربة واحدة أخرى لا لا قلنا أحذر من وضع الطيور في المطبخ أحذر من إخراج الطيور للشربة ثم إدخالها للغربة غربة ساخنة ثم إخراج يعني يحذر لك نفس المشاكل وتصاب الطيور بنزلة برد وممكن ما تلقلها شحل ونلتقي موضوع آخر شكرا